اليوم في مثل ما سمعت في المقدمة في حملة شرسة ضد الكتاب المقدس احيانا يعني بالنسبة لنا الهجوم المباشر ممكن نرد عليه ونجاوب عليه لكن لما الهجوم بيتسلل تحت مسميات مسيحية ومن خلال طبعا ممكن اشخاص في الكنائس بيبتدوا يعني ما يسمى رياح التعليم او التحوير في بعض الحقائق او حذفها هنا بيكون الخطر فاحنا حديثنا اليوم عن الوحي الالهي قبل ما ابتدأ اخي يوسف لما نقول الوحي الالهي احنا بنتكلم عن الكتاب المقدس بنتكلم عن كلمة الله اعطينا التعريف بسيط عن الوحي يعني احب اقولك مصداقا لكلام حضرتك هو ان الهجمة شارثة وخبيثة وبتفكرنا باول هجمة للشطان مع بني البشر عندما في الجنة راح لحوة وقال لها احقا قال الله فتشكيك الشطان في اقوال الله هو منهجه من البداية وفي الحقيقة احنا عندنا حق ثمين بيسميه كتاب المقدس الايمان الاقدس لكن هذا الايمان الاقدس استمدناه منين استمدناه من الكتاب المقدس فان جاء الشيطان لكي يعبث في عقول بعضنا ان هذا الكتاب ليس كتاب الله عند اذن اساسيات الايمان تنهار عشان كده فعلا هي هجمة خبيثة وهجمة شارثة واعتقد ان الشيطان بدهاءه استغل روح العصر بعد الربيع العربي حدث تمرد وثورة على كل الاوضاع القائمة دخلت هذه الامور مش بس في العالم السياسي لكن حتى في العالم الكنسي واصبح هناك نوع من التمرد على كل الموروثات مين قال لنا ان اللي احنا استلمنا ده صح مين قال ان الكتاب المقدس ده اساسا هو مش يحوي كلام الله لكن هو كلام الله ده اللي بيهاجم الشيطان النهاردة ما عندهش مانع ابدا ان يقول انه يحوي كلام الله لكن مش كله